اشتركوا في القناة الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتتأمل كيف أنه في لحظة مخاطبته للمسرفين على أنفسهم لم يتبرأ منهم نسبهم إليه قال يا عبادي ما هذا الكرم كيف يعاملنا هذا الرب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم انتبهوا سيأتيكم العذاب لا تقنطوا من رحمة الله عندكم إن الله يغفر الذنوب جميعا عندما تمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك فيه أن ربك جل جلاله ينادي في كل ليلة من آخر الليل هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ عندما تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب موسيق النهار ويبسط يده في النهار ليتوب موسيق الليل عندما تتفكر فقط في أحوالك مع الله كم مرة أذنمت لو فضحني أمام الناس لن يسلم عليها أحد كم مرة سترني؟ كم مرة أنقذني في هذه المواقف؟ هذه معاني تبعث في قلبك تحرك في قلبك معنى الشوق إلى هذا الرب الكريم الذي يعامل بهذا الإحسان تعرف نظرة الأم إلى الإبن عندما يخطئ أو يسيء ويأتي الناس يعاتبونها ابنك عمل كذا لماذا لا تعملي معه كذا ابنك ابنك قد تخضب عليه قد تتضايق لكن لو رأت العالم كله قد أصبح يذم ابنها يتحرك معنى الحب في قلبها تقول دعوني وابني أنا أتصرف مع ابني ولله المثل الأعلى لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم ونظر مع بقية الصحابة في المعسكر نظر إلى امرأة فقدت طفلها في المعسكر وأخذت تبحث عنه أم فقدت الطفل ورأى الطفل وهو يقبل بعد مدة أيام الأم تبحث عن الطفل والطفل يبحث عن الأم فجاء الطفل الصغير يكاد يتعثر في مشيته لما نظر إلى أمه ركض إليه ولما نظرت الأم إليه ركضت إليه فلما التقي وتعانق والأم تبكي والطفل يبكي لم يبقى أحد من سادات الصحابة إلا وبكى فلما بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظر النبي إليه وقال ما الذي أبكاكم قالوا حنانة هذه الأم على ولدها أترونها ملقية ولدها في النار لا يا رسول الله قال الله أرحم بكم من هذه بولدها قل يا عباد للذين أسرموا على أنفسهم لا تقلقوا لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم